السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم في درس جديد على القناة دي لكم استيفهام عام يعني الصمانة هذي تقريبا محطة تشي فيديو لواحد ظروف اللي كانت خارجها الارادة ديالي فاخوتي كما قلت لكم في استوريات عندي في الفيسبوك و في الانستغرام فرد تعرضت لوحد الهجمة اللي هي خطيرة جدا وهي هجوم تاع واحد الفيروس اللي تقريبا كناك نسمعو عليه كاملين ولكن انت شحد ما كيعرف الخطورة ديالو الا ما عندما كيتصاب به فاولا انا غنقول لكم اسمي هذا الفيروس هاد الفيروس كيقولوا له فيروس الفيديا يعني الشخص اللي كيدخلك هاد الفيروس البيسي ديالك او الهاتف ديالك فكيشفر لك جميع الملفات اللي عندك سواء ان كانت دوكيمون ولا فيديو ولا صور يعني ما تقدرش تولجل اي حاجة من الملفات الشخصية ديالك ومن بعد كتلقى واحد الرسالة في اي مجلد تحتوي هذه الصور وفيديوهات كتلقى واحد الرسالة تقول لك بانك ما تقلقش رأي الملفة ديالك في امان الله ولكن ايه لا بغيتي هاد الملفة يرجع لك خصت تخلص بين 300 دولار و 600 دولار وتصور اخويا من 300 دولار تل 600 دولار يعني رام بلغ ليه وخيالي مقارنة مع هذا العملين يعني كلي تقريبا ما عنده شيئا مهمة ولا كيش حد مسكي اللي طالب اللي عنده تقريبا خمس سنين ولا ست سنين ديالت المعلومات جمعة في البلس دياله وبين الليلة وضوحها كيفيق يلقى كل شيء تضرب لها بزرور تصور معي اخي ولا عندك فانديتود يعني شيء بروغرامات مقدتي يعني سهرت عليه وتمحنت عليه وفي الاخر كي تضرب لك بزرور يعني يعطيكم مثال دياليانا تقريبا عامين ولاية ثلاث سنين ديال المعلومات اللي كنت نجمع في الحاسوب ديالي دورات اللي كنت تسوي الزباب ديال الفلوس كنت هزة وحطها يعني كنت تسنى دير لها بروغرام امتى سنعود الرجع ندخل نقرأها ومتى سندخل نشوفها من بعد كنلقى كل شيء مشالية هذا الشينا هيك عن التصور تصور ديالي من الصغور يعني تصور ان حياة كاملة كتفق كتلقى كل شيء مشاليك لماذا؟ واحد خطأ اللي بسيط اما سهوان ولا ما كنت تشعرف ولا بزاف ديال الحواج فانا نعطيكم التعريف باش تفهموا بعد اشنا هو هذا الفيروس عد ندزوء لمراحل اطبطريطة فاولا تعريف ديال هذا الفيروس يعني هو فيروس يدخل لك للنظام ويندوز هو خاص بالويندوز يشفر لك جميع الملفات يعني مثلا كان عندك تلميل في صورة يعني بانجاب بانجاب الاخر يرد ذلك هو واحد الامتداد الذي هو اخر فنعدي واحد الامتداد يعني هذو كاملين امتداد فمثلا دخلنا لهذا الامتداد الأول هذا اسميته الكاتراز لوكر يعني يدخل لك الملفات كاملة يردهم لك في الخرطة الكاتراز يعني ما تقدرش تحلم لك تحلم لك تحلم لك بالنسبة للناس اللي تصابوا بهذا الفيروس فهذا هو الحد يدخل مسائل ديالو وكتجب لك ذلك الملفات اللي فيهم هذا الامتداد وكين عندنا هذا ابوكاليبس يعني تهو جميع الامتدادات اللي يحططن هنا يعني تقريبا تتحولوا الى تحطيف نفس المشكلة ولقيت الامتدادة فما عليك إلا تنصلي هذا الامتدادة ويجب لك جميع صورة الملفات اللي مشاولك وكين هذا الامتدادات اللي يحويل لهم ملفات وكين هذا الامتدادات اللي يحويل لهم ملفات وكين هذا الامتداد تهو بارتس تقدر تنزل هذه الامتدادة وهي تعطيك جميع الملفات اللي مشاولك بالنسبة لي أنا قلبت في اليوتيوب قلبت في الويب يعني تصوره معي 72 ساعة وانا كنقلب على حل هذه المشكلة اللي لم ألقيته علش بكل بساطة لأن هذا الامتداد اللي أعطاني أنا هو point rep هذا الpoint يعني آخر إصدار انت عاد المجريمين هذا يعني المجريمين يديروا هذه الامتدادات هذا عندما يأخذ أمتدادات أو إلا برمجية يعني قد شئ واحد يدتكت هذا الفيروس ومبقى يدخل يدخل البسيديل يعودوا يديرهم واحد نسخة جديدة اللي كتكون تتغلب هذا المطور اللي قد هذا الامتداد يعني بالنسبة لي أنا كنت أول تجربة لي معهم الحمد لله وقمتوا لي كل شي فتال هنا كل شي كان واضح الملفة ديولي مشاوه ما كانش الحل من بعد مجهود كبير يعني اللي قمت به ولقيت بأنني كندور في واحد الحلقة اللي هي مغلقة اضطريت أنني ننفرمت البسيديلي ونطفيق ونشعل الروتوير ديولي اللي يكونوا داخلين واخدين تل إبي ديولي وقمت بالخطوات التالية اللي كانت تمنى من الدرالي اللي يسمعوا لي اليوم أنهم يقوموا بعض الخطوات هذي إطابة ريطاب ومتجزاوش يعني إذا سمعت هذا الفيديو سير دابة ودير هذه الخطوات اللي غنقول لك باش تحمي الجهاز ديلك والأجهزة اللي مرتبطة بنفس الويفي ديلك يعني أخويا أول حاجة غادي تقوم بها هي أنك غدير واحد البوان ديال ريستوراسيون يعني هذا البوان ديال ريستوراسيون في حالة تقدر لو قع شي مشكل فأنت كترجع كتلكي على ريستوراسيون كيرجع لك النقطة اللي انت أصلا محددها وبذلك كترجع لجميع الملفات اللي عندك وكتكون عندك الحماية مئة بالمئة كتمشي كتأخذ واحد الانتي فيروس هذا الانتي فيروس اللي يخليكم حاولوا تشوفوا شي واحد اللي بالكراك دياله او لا بالسيريال دياله انا كنفضل السيريال دياله حسن وثالث حاجة اللي تعيي مهمة جنبوا أخوتي تنستالي وشي ابليكاسون من مصدر المجهول يعني أنا السبب ديالي هو واحد ذكراك كنت تزيت اجزيته من واحد البرنامج يعني في اليوتيوب ومشي التاني يعني دخلت للسيد كنت تنصمت الفيديوات دياله وطيقة ودخلت الليان ديال الديسكريبسيون دياله هزيت هذي الابليكاسون اللي بتنخدم بها انفو ودرت الكراك من شلية كلش يعني تجنبوا هذ القديه هذي ورابع حاجة اللي تعيي مهمة تجنبوا أخوتي دوك المواقع انتوا الديب ويب او الا دوك المواقع المجهولة اللي كتطلع لك بعض المرات شي فيروسات اللي كتقدر تنستاليهم ونتمت دايما جعب بالنسبة للموقع اللي حطت هذي الابليكاسون اللي كي حيدوا هذي الامتدادات هتلقوا الليان دياله وكذلك هذي الان الليان ريكوفا اللي كيسترجع الملفات ديالك هغتلقى الليان دياله فباش نجنبكم انا المواقع اللي مشكوك فيها او اللي تكون فيها المشاكل انا غنحط لكم هذي الان هذي الموقع اللي غني بزاف تصوروا معي انك اي احلمت بها بالفلوس كتلقى هنا يا فابر يعني ما عليك الا الدخل الى هذي الست وكتب مثلا انا عندها الابليكاسون هذي هنكتب وغادي ندخل ندير وهناك يطلع ليه جميع النسخ نتاع هذا الابليكاسون هذي انفو كان بننستالها كان دخل لها مثلا بحلقة وكان انستال قبل ما ندخل هذي الابليكاسون هذي يعني قبل ما ندخل هذي الست كننستالي تورنت في الحاسوب ديالي لان هذا البرنامج واللي كيد عملنا تليشارجمون بكل سهولة انفو كان تدير هذي الابليكاسون كندخله هناك كندير قيد ديس تورنت وملي كان نورك على هناك كي يطلع نصلي ديركت اللي هذي تورنت وهذا الدرس اللي درت لكم اخوتي فهذا درس من القلب حتطو لكم باش تجنبوا هذ الخطأ اللي درت وكلفني بزاف بزاف ديال الحوايج انتمنا اخوتي ديروا هذي النصح اللي قتلكم والعامل ديالكم غامشي في امان الله كيف ديم اخوتي ابوني دير جيم وفعل الجرس وبرتجي مع اخوتيك لان الزكاة ديال المعلومة هو انك تشاركها مع صديق ديالك ومع الاخ ديالك وشكرا لكم جميعا